صيد رئيس تعتبر القارة الإفريقية أكثر تضرراً من تداعية الوضعية الاقتصادية الصعبة التي أنتجتها الأجمل الجيوسياسية العالمية حيث تتحمل العب الأكبر جراء ارتفاع أسعار المواد الغدائية والتاقية وهو ما يهدم مكتسبات القارة في مجال التنمية المستدامة ومع ذلك فإفريقيا تتوفر على كل المقومات لتحويل التحديات للفرص والخروج من هذه الأزمة بشكل أقوى وذلك لتوفرها على موارد بشرية وطبيعية مهمة إضافة لما يمكن أن تحققه من مكاسب ومنافع مستقبلية من خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القرية الإفريقية وقد أكد على ذلك جلالة الملك نصر الله في خطابه السامي في القمة 28 الالتحاد الإفريقي حين قال نحن شعوب إفريقيا نتوفر على الوسائل وعلى العبقرية ونملك القدرة على العمل الجماعي من أجل تحقيق تطلعات شعوبنا انتهى كلام صاحب جلالة وانطلاق منها التوجه تدعو المملكة إلى تقوية التعاون الدولي لما فيه صالح الدول الإفريقية من خلال تخفيف عبق ديون وإطلاق مبادرات تنموية متكاملة كفيلة بتعزيز قدرتها على الصمود في وجه الصدمات الاقتصادية الحالية والمستقبلية وقد جسزت الزيارات المتتالية لجلالة الملك محمد السادس نصر الله إلى العديد من الدول الإفريقية هذه القناعة ومن خلال إطلاق مشاريع مهيكلة للتعاون والشاركة هدفها تعزيز التنمية البشرية وضمان الأمن الغدائي وتحفيز النمو الاقتصادي التزاما منه بتحقيق مبدأ التكامل الإفريقي كما انضمت المملكة المغربية تحت الرعاية السامية لصاحب جلالة الدورة الرابعة عشر لقمة الأعمال الإفريقية الأمريكية بهدف تحفيز تدفقات الاستثمار إلى القطاع عادة الأولوية للبلدان الإفريقية السيد الرئيس لا تزال العديد من الدول تعاني من تداعيات وانعكاسات جائحة كوفيد ويبقى التحدي وضمان توفير إمدادات كافية ومنتظمة للقاحات وتوزيعها بشكل عادل بين جميع دول العالم ووفاء منه لانتمائه الإفريقي أطلق صاحب جلال ملك محمد السادس نصر الله أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد ولقاحات أخرى وهو مشروع هيكلي سيساهم عند الانتهاء من إنجاز في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة المغربية ولمجموع القارة الإفريقية وذلك تنفيذاً لرؤية جلالته ترجمة نانسي قنقر